حرز يتقدم رياض بعديم رياض يتلاعب ماذا يقول الحكم يشير الى استمرار اللعب في اللغطة الماضية عادت الى ساديو مانيم ساديو مانيم يرسل لكنا في نص الملعب اتجاه كريستيانو وصلت بعد ذلك الى اوتافيو اقصى اليسار هدف الدوري الى جانبا ساديو مانيم الى كريستيانو يا ربا الاهداف وظيفة التي لا يغيب عنها ولا ياخذ اجازة منها النصر في الكلاسيكوم يكسر الباب ولا يفتحهم يكسر الباب ولا يفتحهم واحد صفر عن طريق كريستيانو عن طريق كريستيانو واحد صفر عن طريق من يسجلونه عن طريقه دائما انظر الى ساديو مانيم انظر الى الصناعة انظر الى الانهام شوف اللغطة شوف البداية السريعة في الكلاسيكوم النصر لا يفتح الباب بل يكسرهم مبكرا بل يكسرهم مبكرا كريستيانو يسجل اول اهداف هذه القمة قمة الرياضي تبدأ مبكرا واحد صفر مشاهدين متابعين عن طريق دون كريستيانو خمس دقائق مشاهدين فقط كانت كافية لان يقص شريط هفوة دفاعية في اللغطة الماضية ماذا يقول الحكام خمس دقائق شوف كريستيانو شوف كريستيانو هذه وظيفة الاهداف الوظيفة التي لا يغيب عنها ولا يأخذ اجازة منها انه كريستيانو انه كريستيانو هذه بالتأكيد هواية المفضرة يسجل هدفا مبكرا يبدأ القمة يعشق المواعيد يا اسلا بالتأكيد حتى الآن غاضب وما يحتاج والحديث ما بين حكم المباراة وبقية لاعبين نادي الاهلي على ماذا الاحتجاج الآن سنتأكد الآن سنشاهد شوف اللقطة الماضية وشوف اللعبة الماضية وشاهد حكم المباراة الذي يتحدث مع فيرمينيو والذي يتحدث مع بقية اسماء النصر شايف اوتافيو اللي خطف الكرة وبعد ذلك فرانكي سييم والهدف يحتسب واحد صفر لا توجد اجمل من هذه البداية لا توجد اجمل من هذه البداية لهذا الكلاسيكو لسا 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 ما قلنا يا هادي ما قلنا يا هادي نشوفه نتابع شوف اللقطة الماضية هذه اللقطة هذه اللعبة كرة ثابتة يا تانس كرة ثابتة واحد رأسية منتظرة عرضية رأسية متابعة يا الله انه تانس كام هكذا يعلن الغائبون عن عودتهم يا تانس كام هدف في الرائد ورأس في الاهليم اخر من سجل في الكلاسيكو لا يغيب عن قمة الرياض تانس كا يسجل انه يرتقي عاليا انظر الى رأس النصر التي ترتفع مدافع يصنعها مهاجم يسجلها الاربع وتسعي تانس كام هدف ثاني للنصر هدف ثاني للعالمين ليلة كبيرة في الاول بارك ماذا يحدث للنادي الاهليم هل تراقبون كريستيانو جميعا وتتركون لابورك وتتركون تانس كام شايف تالس كام كان غايب لكن يا لها من عودة يعود اساسيا ويستل هدفا يا كاسترو لا احد بالتأكيد لا احد بالنسبة لكاسترو وبالنسبة لطاقم الفني ربما كان يتوقع هذه البداية السريعة هدفين نظيفين من كرة رأسية الى كرة رأسية سراعه الرؤوس وما بين ايفانيس لابد بان يكون الدفاعه اقوى لابد بان تكونوا بالتأكيد مسألة اختراقاتهم اصعاب الان الان المرور والاختراق فرانك كيسيانو يتقدم الله كيسيان عملة الاهل الصعباء فرانك كيسيان لاعب وصاب لا حدود لواجباتهم لاعب وصاب يلعب ادوار اخرى واحيانا كبرى مشاهدين متابعين في كل مكان نشاهد اللغة الماضية الهدف الذي يصبح فيه رأس حربا ويسجل يا للتمرير من المجحب شوف كيف فتحوا المساحة شوف فرانك كيسيان يسجلوا عندما يغيبون عن ذلك يتقدم لهم واحد صفر في اللغة الماضية سعادة كبيرة بالنسبة للنادي الاهلي هدف نمساوي الكرة بتتحول من رياض الى مجرش يتقدم هنا الدخول من ساديو ماليم الله على افتكاك الكرة الحكم قريب الان اخراج الكرة تينس بيرسلها الكرة العالية وتافيو بينسلها بروزو السلام كيسيان ووقف كيسيان ونطلق ممكن هناك ممكن هناك الى بروزو الان بروزو الله الله لو عداد لازم اتعدي لازم اتعدي يا ربا مستحيل هدا كل ليلة ان لم تشاهد شيئا جميلا اليوم شاهد تلسكا شاهد الهدف شاهد النصر شاهد السلاح الثقيل شاهد العرضة التي كسرت شاهد الشباك التي مزقت شاهد العالم كيف يحدفل يا لليسار يا للنصر الذي يضرب بالنار ماذا تريد من الاهل يا اكبرني ماذا تريد يا تلسكا خمسوا اهدافك هل بينك وبينهم ثار هل بينك وبينهم ثار ولا نتفتردهم خمسوا اهدافك واجملها كسرت العرضة يا للإستلام يا للركنة يا للقدام يا لهدف الليلة يبروزو للانساك يبروزو للانساك تمريرتك ورقصتك يا تلسكا العالمي يعود عن طريق اجنحتها يا للسلاح يا للسلاح يا كاستروم اليوم تلسكا يعود ويقول انا انا سلاح على كتفك يا كاستروم انا سلاح على كتفك يا كاستروم ثلاثة واحد الله 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 نشاهد ونتابع هل هناك شيء سام ينقذ الاهلي في هذه اللحظات في الجيكينغ فار شوف اللقطة شوف ساديو مانيل وخطف الكرة هي بدت من ساديو مانيل هي بدت من هذه اللقطة هي بدت بعد ذلك من ساديو اللي بدوره ارسله كرة بعد ذلك بعد قطع الكرة والاحاديث ثلاثة واحد نشاهد ونتابع كاستروم وحكم المباراة في حديث مع اللاعبين ثلاثة واحد مشاهدين متابعين في قمة كبيرة في رسم عالي جدا 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 ونشاهد نوفاول والشيك كومبليت بالنسبة للنصر وفرحة تالسكا تكتمل حتى الآن بهذا الهدف وجماهير النصر ثلاثة واحد مشاهدين في هدف الاسبوع في هدف الجولة في السلاح الذي يتم استخدامه خامس اهداف تالسكا مع النادي الاهلي ماذا تريد ماذا تريد هل تثار من اهداف عمار يا تالسكا يا تالسكا الآن الهدف يحتسب ثلاثة واحد قمة كبيرة شبيها بيتقدم في الجهة اليوم محرس بيرسل الكرة الى كابري محرس عرضيا الكرة تتهيى والصقوم هناك ركلة جسام مجانية تالسكا مجانية لم يكن لها داعن لجح فيها بسام في اللقات الماضية تالسكا الذي ضعف النتيجة قد يتسبب في تقلصها على فريقه يا للاخطاء التي تأتي عند فقدانك التركيز شوف 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 ما الهداعي ما الهداعي لكن بسام لكن بسام يحصل على لقطة قد تعيد ابتسامة لجماهير النادي الاهلي قد تعيد ابتسامة للفريق الذي لا يريد ان يخسر بعد ان خسن مباراته الماضية او قبل الماضية امام الفتر رياض محرس على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلح ريقين يومها حمد الله اهدرها في مباراة فازة فيها النادي الاهلي بهدفي فتوحي والان ركلة جزاء كريستيانو يريد اي يوم يبدأون به انسجلوا لكن عليك ان تفعلها ان تسجلها رياض الان ستقدم حكم المباراة والصافرات الان رياض رياض يتقدم الله رياض يقلص قمة الرياض الان ويعود بالنادي الاهلي لتصبح النتيجة ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين الرقم السبعة في الجولة السبعة يظهر ولو من علامة الجزاء يال الهدف وتوقيته يال السيناريو الذي يبدأ يا اسلام يال الشوط الثاني الذي يفتح لنا ابوابه يال الكلاسيك والتاليسكام في مكان كريستيانو يطرب الله وراء كل هدف وراء كل حدث وراء كل مرمن يتحرق وراء كل شباك تهتز وراء كل مدرج يقفز وراء كل صرخة وراء كل فرحة كل تلويحة كل تشجيع كريستيانو إلعاب كريستيانو إلعاب ومن غيرك يلعاب اليوم والعرض السعودية في اليوم الوطني بالأمس يحتفل بالسيف واليوم يقولوا أنا السيف النصر أنا السيف النصر سبق السيف الآن سبق السيف كريستيانو 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 يا كريستيانو أربعة اثنين شفت اللمة شفت السحبة شفت التسجيل أرقص واحتفل وإلعاب يا للقطة يا للقطة إنه يوجه رسالة العالم إنه يحتفل بالموروث وينقل الحضارة لكل العالم اليوم لم تعود تحتفل أنت فقط بأهدافك العالم كله يحتفل أيضا كريستيانو يعطينا هدفا آخر كريستيانو يعطينا أراد الأهلي أن يقترب ولكن قتلهم رونالدو بالرابع ماذا عن هذا هل تعيدهم الله الله من الاستلام هدف من الاستلام هدف في رأس البريكان أمامهم أمامهم لن يفوت الفرصة معهم لم يجد الفرصة يا للهدف اللذيب أعاد حيات الأهليم يا للفرص يا للفرص لكن الهدف كله رياض الهدف كله رياض هل تسجلوا هدفا بأقدام غيرك نعم فعلتها يا رياض فعلتها استلامك استلامك يا مخرج الاستلام كلام السحبة كلام الصناعة كلام هل يدفع هل يدفع